في وسط بقى ما بنسمع عن زيادة اصابات فيروس كورونا في مصر وطبعا احنا بنشوف وبنسمع زيادة ملحوظة في مختلف دول العالم مش بس مصر لكن حابة اقول لحضراتكم ان عدد اصابات كورونا حول العالم وصل الى ما يزيد عن 154 مليون حالة ده النهاردة وده طبعا وفقا لاخر احصائيات لما نعرف طبعا اننا يوم السبت اللي فات اللي كان 1 مايو كنا حوالي 152 مليون حالة اصابة في يومين فقط بقينا 2 مليون اصابة نعرف طبعا المعدل الاتراضي بتاعها للزيادة يعني بقى عالي جدا احنا مش بعيد كنا من يومين بنتكلم كل يوم تقريبا متكلم كمان على الهند الهند اللي حصل فيها طفرة غريبة الهند بعد ما كانت وصلت لمعدلات اصابة يعني قليلة للغاية اصبحت من اعلى معدلات الاصابة حول العالم حصل تحور كمان للفيروس في الهند العالم كله متخوف من يعني خروج هذا الفيروس المتحور لكل بلدان العالم منظمة الصحة العالمية يعني بتحاول قدر الامكان تعطي المزيد من التعليمات وتحاول تقول لنا وتفهمنا وزارة الصحة المصرية بتتابع لحظة بلحظة حالات الاصابة المصريين اصابات المصريين وبتعلن يعني الحقيقة الاعداد سواء كانت الاعداد الاصابات او الوفيات لحظة بلحظة واعداد كمان الحالات اللي تم شفاقها من فيروس كورونا لكن الحياة هي كمان متخوفة اجراءات احترازية اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت وبتشدد عليها احنا عارفين طبعا ان احنا يعني في موسم اعياد سواء كانت اعياد المسيحيين اخواتنا او حتى الاسبوع اللي جاي يعني الاسبوع اللي فات كان كله اعياد والاسبوع اللي جاي ان شاء الله اعياد وربنا يدمها علينا اعياد ولكن مع اجراءات احترازية لضمان سلامتكم وسلامة حبيبكم وقريبكم كلهم فيروس كورونا تجاوزت عدد الاصابات 20 مليون ده بحسب البيانات الرسمية حول العالم العدد الرسمي للوفيات وصل لحوالي 223 الف حالة وفاة ده برضو حول العالم في مصر يعني خلاص احنا شغالين في اصابات فوق الالف 1000 and plus وده رقم يعني مخيف لازم يعني نعتبر ونطعف به من السنين اللي فاتت السنة اللي فاتت في هذا التوقيت احنا كنا كام سجلنا مثلا 1078 حالة و 62 حالة وفاة هنا نبقى طبعا ملحوظ عندنا ان حالات الوفاة للأسف فيه برضو تصعود مش بس حالات الاصابة احنا عارفين ان احنا في موسم اعياد وشهر رمضان الكريم بيحب لما مزيد من الاجراءات الاحترازية المزيد من التباعد لان في التباعد حقيقي حياة مش مجرد شعار يعني ده اعتقد ان الكل يعني الجميع شاف دوت مش بس في مصر في العالم اشتركوا في القناة